تدابير جديدة قررتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمكافحة العنف المتزايد تجاه الأمريكيين من أصول أسيوية إدارة بايدن أعلنت تخصيص نحو 50 مليون دولار من صناديق تخفيف أثار كورونا لمواجهة جرائم الكراهية ضد هذه الفئة من المجتمع البيت الأبيض أكد أن تلك الخطوات تشمل تشكيل فريق عمل جديد لمواجهة العنصرية ضد الأسيويين في قطاع الرعاية الصحية كما تخطط وزارة العدل لجهود جديدة لإنفاذ قوانين جرائم الكراهية إعلان إدارة بايدن عن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي في ظل تصاعد وزيادة العنف ضد ذوي الأصول الأسيوية والتي كان أخرها إطلاق نار في أطلنطا هذا الشهر أدى لمقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء وسجلت منظمات حقوقية 3800 حادث عنف عرقي ضد الأسيويين على مدار عام حتى فبراير الماضي وبالتوازي مع ارتفاع الأصوات المنددة بتزايد وقائع التمييز وجرائم الكراهية قال بايدن عبر موقع تويتر إنه لا يمكن الصمت إزاء العنف المتزايد ضد الأمريكيين من أصول أسيوية وشهدت جرائم العنف العرقي زيادة كبيرة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لكنها تصاعدت بشدة اهتجاه الأمريكيين ذوي الأصول الأسيوية العام الماضي وخاصة بعدما أطلق ترامب على كورونا اسم الفيروس الصيني ترجمة نانسي قنقر